موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على وصول الله نواصل الحديث عن كلمة لا إله إلا الله فلها أثار عظيمة في حياة المؤمن بها فهو لا يكون ضيق النظر بخلاف من يؤمن بآلها متعددة أو من يجحد الألوهية أي فراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو يجحد الوحدانية والإيمان بلا إله إلا الله بهذه الكلمة يعطي المؤمن بها من الأنفة وعزة النفس ما لا يقوم دونه شيء فينشأ عنها ترفعا غير كب وتواضع من غير ذل والإيمان بكلمة لا إله إلا الله يربي الإنسان على قوة عظيمة من العزم والإقدام فلا يتصرب إليه اليأس ولا يقعد به القنوط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون القرآن الكريم في حديثة عن مناقشة لا توجد في القرآن الكريم مناقشة صريحة لمنكري الخالق لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أفل له شك فاطر السماوات والأرض فإن الإيمان بوجود خالق لهذا الكون قضية ضرورية لا مصار للعقل في إنكارها فهي ليست قضية نظرية تحتاج إلى دليل وبرهان ذلك لأن دلالة الأثر على المؤثر يدركها العقل بدهة والعقل لا يمكن أن يتصور أثرا من غير مؤثر ولو كان أثرا تافها ولذلك القرآن الكريم لم يناقش هذه القضية حتى حينما أورد إنكار فرعون لرب العالمين يوم أن قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين وما قال ما علمت لكم من إله غيري كان استجلاد موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين والقرآن الكريم أشار إلى أدلة عديدة تشير إلى وجود الخالق منها دليل الخلق فالخلق بكل ما فيه شاهد على وجود خالقه العلي القدير سبحانه وتعالى المنهج القرآني يخاطب العقل المنهج القرآني يخاطب الفطرة الإنسانية المنهج القرآني يخاطب المنطق المنهج القرآني يخاطب أعماق الوجدان أم خلقوا من غير شيء؟ يتساءل الله سبحانه وتعالى هل البشرية هؤلاء الذين كفروا والذين أشركوا أم خلقوا من غير شيء؟ هل هم خلقوا من غير شيء؟ طبعاً الإجابة لا أم هم الخالقون أم هم الذين خلقوا أنفسهم أم هم الذين خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون شوفوا أنظر إلى هذه الآية وتأمل فيها بهدوء وتفكر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون القرآن الكريم أشار إلى أدلة على وجود الخالق فالخالق دليل الخلق دليل على وجود الخالق فالخلق بكل ما فيه شاهد على وجود خالقه العلي القدير سواء هذا الإنسان أو هذه السماوات أم هذه الأرض ولهذا في القرآن الكريم الآية التي تخاطب الفطرة الآية التي تخاطب العقل الآية التي تخاطب المنطقة الآية التي تخاطب الوجدان تأمل معي وتدبر معي في قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم خلقوا من غير شيء هؤلاء المشركون أو هؤلاء البشر أم خلقوا هل هم خلقوا من غير شيء هل لا يوجد خالق لهم عليم حكيم قادر سبحانه وتعالى أم هم الخالقون والله هم خلقوا أنفسهم طبعا في استحالة وبالتالي الفطرة الداخلية تعلم بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين من رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضته فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة يوم الدين يبقى بقول الله تعالى أم خلقوا من غير الشيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض طبعا لا يوجد مخلوق يقول أنا خلقت السماوات والأرض إلا رب العالم إلا الخالق فقط هو الذي خلق السماوات والأرض أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون هذه الآية الكريمة دليل المخلوقات دليل على وجود الخالق أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أيضا أشار القرآن الكريم على وجوده سبحانه وتعالى بدليل الفطرة ودليل العهد وهو الذي دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قال تعالى في دليل الفطرة فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فطرة الله التي فطر الناس عليها التوحيد الله وفطرة الله التي فطر الناس عليها أنه لا إله إلا الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يبقى دليل الخلق المخلوقات دليل على الخالق وكذلك دليل الفطرة ومن الأدلة على وجود الخالق أيضا دليل آياته في الآفاق قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكثب ربك أنه على كل شيء شهيد فآيات الآفاق في التأمل في هذا الكون وفي مخلوقاته وفي الإعجازات العلمية وقد أثبت الإعجاز العلمي على دقة كلام القرآن الكريم وكلام الله سبحانه وتعالى في الآفاق مثلاً كنقص الأكسوجين فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقاً كأنما يصعد إلى السماء أي كلما ارتفع الإنسان إلى أعلى كلما ضاق وهي حقيقة علمية ذكرها القرآن الكريم سبحانه وتعالى وغير ذلك من الحقائق التي أشار إليها المولى عز وجل في كتابه الكريم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر